اعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك المفدى للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب عن سعادته لما حققه سمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن حمد الخليفة من نتيجة متميزة وتتويج فريق توسيز موتور سبورت بالمركز الأول في بطولة الخليج 12 ساعة التي أقيمت على حلبة ياس مارينة في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد أن القيادة الناجحة لسمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن حمد للفريق في مختلف البطولات ساهمت في مواصلة تحقيق الإنجازات المتميزة للفريق في مختلف المحافل مبينا سموه أن الإنجاز الخليجي يؤكد الرؤية التي يسير عليها الفريق بقيادة سمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن حمد الخليفة والهادفة إلى مواصلة حصد الإنجازات وأشاد سموه بالجهود الكبيرة التي يبذلها سمو الشيخ عيسى بن عبدالله بن حمد الشريك المالك لفريق توسيز موتور سبورت في سبيل مواصلة حصد الإنجازات للمملكة في المحافل الخارجية وتأكيد تطور وازدهار الرياضة البحرينية خصوصا في رياضة السيارات متمنيا سموه للفريق دوام التوفيق والنجاح